في البداية طبعاً بحب أتطرق للموضوع الأبرز النهاردة وهو حضور سيادة الرئيس احتفلية قادرون باختلاف لأصحاب ألهمة وشفنا النهاردة الشاب الجميل أحمد طارق وهو بيتمنى طبعاً لسيادة الرئيس أن يحقق له أحد الأمنيات والحقيقة أحمد طارق في البداية كان عرف نفسه أنه سباح ولعب ألعاب قوة وكمان يعني مقدم كوميدي أو ممثل كوميدي ده تعريف لنفسه أمنيته كانت النهاردة أنه يلعب سباحة في النادي الأهلي وبالطبع طبعاً استجاب لي سيادة الرئيس كما عودنا ويعني وجه بانضمامه للنادي الأهلي واللي عايز أقوله كمان أنه أفكر بس حاجة صغيرة كده لسهد المشاهدين المتابعين برنامج الأبطال كنا من حوالي ثلاث أسابيع استضفنا لعبة سلمة علاء اللي هي من ضمن فريق ذوي الهمم في النادي الأهلي خلينا أقولكم نادي الأهلي عنده فريق أصلاً في ذوي الهمم وبيرعاه وبتوجهات مجلس إدارة على مدار تاريخ عندنا ستين لعب ما بين سباحة وكاراتيه وأخلافه واخلافه من ذوي الهمم النادي أهلي بيرعاههم وبيشاركوا في بطلاتهم وكان أبرز النتائج أو أحد أبرز أهم النتائج طبعاً أهم النتائج اللي حصلت لهذا الفريق مشاركة سلمة علاء مع منتخب مصر في كاراتيه في دبي وحصولها على المدالية الدهبية في مشاركة عدد كبيري كانوا 80 دولة فإذا النادي الأهلي دايماً سياسته يعني مشي مع الدولة المصرية واهتمامنا بالذوي الهمم في النادي الأهلي ده موضوع من قديم الأزل زي ما قلت لحضركم والنادي الأهلي أصدر بيان الحقيقة منذ قليل خلينا أرىها لحضركم الأهلي يشكر فخامة الرئيس السيسي ويلبي رغبة شاب بذوي الهمم منعنا على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداً على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم الذين يمثلون جزءاً مهماً من مستقبل الوطن يستقبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي في الواحدة ظهر غد الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم الذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي بوصفه بطل جمهورية في اللعبة وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق وسيكون في استقباله غداً بمقر النادي الأهلي بالجزيرة ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذو الهمم والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافر الرياضية دولية وآخرها دورة توكيو دورة اللومبية توكيو طبعاً التي حقق خلالها أبطال مصر من دول همم إنجازات وميداليات عديدة وأكد الكابتن الخطيب على تقدير وتعاون النادي الأهلي الكامل مع كافة مؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة الوطن لا سيما وأن ما يقوم به النادي الأهلي ومسؤوله وفرقه الرياضية على مدار تاريخه هو الدور الوطني الذي يعتز به دوماً للصالح العام واتساقاً مع الدولة ونهجها للنهود بكل أبناء الوطن في شتى المجالات طبعاً أهلاً بك يا أحمد يا طارق في النادي الأهلي وأكيد إن شاء الله أنت أضافه شاب لك رؤية وشوفنا قديه كان في حواره مع سيادة الرئيس النهاردة حوار يعني من ابن الأب وكان بيتكلم بعفوية وبيتكلم بشكل جميل جداً كله يعني أحمد دخل قلوب المصرين كله أهلاً بك في النادي الأهلي وأنا هنتظر إن شاء الله قدومك وهنتمع أخبارك أكيد وهنشوف بطولتك إن شاء الله مع النادي الأهلي أهلاً بك في النادي الأهلي